أهلا بكم في الرابع من جديد تواصل الجهات الأمنية في السعودية حملاتها المكثفة للقبض على المخالفين بعد انتهاء المهلة التصحيحية وخلال يومين من الحملة تم إلقاء القبض على أكثر من 16 ألف مخالف لنظام الإقامة ثمانية آلاف منهم في جزان جنوب غرب البلاد من جهته أكد المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية معل العتيبي بحسب صحيفة الشرق أن المخالف لنظام الإقامة والعمل يحق له التظلم خلال 30 يوما قبل أن يتم ترحيله أو تطبيق الغرامة المالية بعد التحقيق معه بعد غياب المتسولين والباع المتجولين وأضحى وواضحا في الشوارع والطرق العامة بعد تطبيق السلطات السعودية حملاتها ضد المخالفين لقانون الإقامة الأمر الذي أعاد للباعة السعوديين انتعاش تجارتهم نواف الكثامي ومعه التفاصيل مع اليوم الرابع الانتهاء مهلة تصحيح عضاء العمالة المخالفة في السعودية وبدء السلطات المحلية حملات أمنية للقبض على العمالة المخالفة بات واضحا أن أكثر المشاهد غيابا عن الشارع هو مشهد المتسولين والباعة الجائلين في جدة وفي أحد أكبر أسواقها الشعبية في البلد كان أبرز الغائبين الباعة الجائلون وأصحاب البسطات المخالفة والله البسطات مسكنا على حسب الشمام على الكفالات لأنه هنا لازم أي بسطة أو دكان لازم يكون على الكفالة اختفت البسطات والباعة المتقولين واللي كانوا يبيعهم بالشوارع وتوسع الشوارع الزحين أفضل من أول والحمد لله أحصل من أول بكثير هذا الغياب أتاح الفرصة لباعة السعوديين لالتقاط أنفاسهم بعد أعوام طويلة من محاصرة الأمالة المخالفة لهم في أعمالهم الحمد لله أنا في خير في نعمة جليلة والأمر بهدو وسكينة الوضع على سار كده بالوضع خير الإنسان يمشي على طريق النطائمية هذه نعمة من الله سبحانه عز وجل أهم شيء التنظيم تنظيم الأسواق تنظيم المقيمين تنظيم الجاليات هذه الموجودة عدم التستر عدم العمالة السعبة تنظيم ترتيبها ورغم وجود مغامرات طفيفة لأمالة مخالفة ما زالت تقوم بالعمل إلا أن أثر الحملة الأمنية كان واضحا مع استمرار المخالفين في إغلاق محالهم واختفائهم عن الأنظار نواف القثامية العربية جدة ومعنا من الرياض مراسل العربية هاني صفيان مرحبا بك هاني هاني يعني أنت تقف في أحد أحياء الرياض وهو حي البطحة ومن المعروف أن هذا الحي مكتب بالعمالة كيف يبدو حي البطحة من حولك اليوم بعد هذه الحملة؟ أهلا بك زميل عمر وهم بمشاهدي العربية نعم نحن نقف الآن في منتصف العاصمة الرياض وبالتحديد في شارع البطحة أو المنطقة التي كان يتجمع فيها عدد كبير من العمالة المخالفة أو بعضا منهم من العمالة النظامية اليوم نشهد أو يشهد هذا الشارع شارع البطحة الذي يعتبر هو مجمع أو مركز ومقر للسوق الخاصة بالبطاعة والتي يستغلونها العمالة المخالفة عن ذلك لتبضع نسبة إلى الأسعار الرخيصة أو الرخصة أسعار في بعض المحلات الآن نشاهد بعض من هؤلاء العمالة لم يتبقى من هؤلاء العمالة إلا القليل طبعا بعضهم الآن الصورة التي نشاهد أمامنا معظمهم نظامين بحسب قولهم حيث تم سؤالهم عن هل أنتم نعف النظامين بعضهم أعطاني إقامتها أو أعطاني إقامتها للتصديق وبعضهم كان لاذا بالفرار الشارع الآن أو الطريق هذا الذي نشاهده هو شارع البطحة كان منذ قبل أربعة أيام كان واقف تماما وذلك للاستغلال آخر فرصة من العمالة المخالفة لكسب وجودهم في هذا المركز حيث كانوا يقومون بأعمال مخالفة من تمرير المكالمات أو بيع بطاقات مسبقة الدفع أو بيع بضاعات منتهية الصلاحية وهذا ما وضحته بعض الجهات المعنية مثل أمانة منطقة الرياضة أيضا بالحملات التي قامت فيها وزارة الداخلية في تلك الفترة طيب هاني نرى من خلفك هذه الأعداد لا تقارن بالأعداد التي كانت موجودة في السابق من المعروف ومن يعرف شارع البطحة من الصعوبة أن تمشي على رجليك في هذه المنطقة لأنها مكتظة بأعداد كبيرة من العمالة اليوم نرى أعداد قليلة موجودة في شارع البطحة هل نستطيع القول بأن الحملة نجحت فعلا في تقليص أعداد المخالفين؟ قبل أن أقول لك عن نجاح الحملة دعني أوضح لمشاهدين ما هي البطحة البطحة فعلا هو مقرة مركز رئيسي للتسوق كان هناك الآلاف بليز قد يصل في بعض أوقات الذروة أو نهاية الأسبوع بالملايين خاصة من العمالة الأسيوية وبعض العمالة الأثيوبية اليوم نستطيع بكل أريحية وكل من يزور هنا في الداونتاون في البطحة يستطيع السير في داخل البطحة نعم بالفعل عزيزي عمر الحملة نجحت وذلك بالكشف من خلال حصيلة التي وصلت إلى العربية وهي حصرية تقريبا تجاوز الآن عدد المخالفين التي تم قبض عليهم ما يتجاوز 25 ألف مخالف لعمال النظام أو نظام العمالة المخالفة في جميع مناطق السعودية حرس الحدود حتى يوم أمس تم القبض على 12 ألف مخالف ومعظمهم من منفذ الطوالة في جنوب السعودية كانوا يحاولون سائيا لتوجه لبلدانهم لعدم التبصيم التي تلسمهم بعدم الدخول مرة أخرى إلى السعودية إلا بعد عشر سنوات أيضا هنا في عاصمة الرياض حتى يوم أمس كان عدد من تم قبض عليهم يتجاوز قرابة الألفين شخص في منطقة القصيمة تقريبا ألف ومائتين شخص كذلك لهو الحال في منطقة الشرقية التي تقع شرق العاصمة السعودية ولكن دعني أحدثك عزيزي عمر بأن أكثر منطقتين تم القبض عليهم بحسب الإحصاءات أو ما تم وصول أو ما تم وفادته لنا هنا خاصة في العربية أن أكثر الناس حصيلة أو أكثر عمال المخالفة حصيلة كانت في السعودية تنحصر بين منطقتين الرياض وجدة ومن ثم يأتي المنطقة الشرقية أو منطقة دمام لنلاحظ الآن عدد كبير من العمال بدأوا يتجمهرون هنا في البطحة لمشاهدة وقائع حالهم في العمال النظامية الآن هناك بعض المحلات التي تتجاوز تقريبا في منطقة القبضة فقط أكثر من خمسة في المئة مغلقة هاني عزيزي هل تلاحظ من حولك بعضا من المحلات التي تم إغفالها أو أغلقت وتعثر عليها استكمال نشاطها بسبب هذه الحملة نعم عزيزي عمر هنا في منطقة البطحة أو هنا في الموقع الذي أنا أتواجد فيه يوجد تقريبا قرابة الأكثر من خمسة في المئة محلات مغلقة منذ وصولنا قرابة الساعتين ونشاهد بعض المحلات كانت فاتحة ومن ثم تم إغلاق عند سؤالي لهم لماذا أغلقتهم؟ قال هم يعلمون أو يشعرون بأن هناك حملات تفتيشية الحملات التفتيشية أزيز عمر والمشاهدية العربية منقسمة تديرها وزارة الداخلية من قبل الجهات الأمنية معنية إضافة إلى حملات مراقبة من قبل وزارة العمل تقوم بتنفيذها بعينها لمنشآت بعينها من خلال ملف التكوين الذي تم البحث عن المشآت المخالفة سواء لأجور الرواتب أو لنسبة السعودة أو من خلال عدم تغيير مهنهم من خلال الملف الميختص بمكتب العمل نعم نقول أن هذه الحملة شيئاً فشيئاً أيضاً أتاحت فرصة عمل للمواطن السعودي كي يستفيد ويحصل على وظيفة أو على مكان شغل ويحل محل العمال المخالفة أو العمال المخالفة نعم هاني صفيان مراسل العربية حدثتنا من الرياض وبالتحديد في حي البطحة شكراً جزيلاً لك هاني